في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة وصل مسلحون حوثيون يستقل نشاصات مسلحة ودراجات نارية إلى أمام منزل المواطن طاها حسن فارع في قرية جيرات بصبر الموادم جنوب شرق تعز يقول شهود عيان إن المسلحين أطلقوا رصاصتين على رقبة الطفل أنس طاها عمره 16 عاما وتركوه ينزف على الأرض قائلين سلم ما معك ولم يكن بحوزته سوى هاتفه الشخصي اتحاد قاسم محمد أم الطفل أيضا وزوجة صاحب المنزل الذي تم اقتحامه تبلغ من العمر 35 عاما خرجت من منزلها بعد سماع إطلاق النار شاهدت طفلها ملقا على الأرض يتدفق الدم من عنقه لتضع طفلها القتيل في حضنها وظهرها صوب المسلحين الذين أطلقوا عليها رصاصة ثقبت ظهرها وخرجت من صدرها في منطقة الثدي تحديدا محمد حسن فارع عم الطفل أنس طاها كان أول الواصلين إلى المنزل لمعرفة ماذا يحدث ليتعرض هو الآخر لإطلاق نار في قدمه اليمنى جعلته طريح الأرض يتلوى من شدة الألم بينما اتجه المسلحون إلى اعتقال أربعة من أهالي القرية حاولوا إسعاف الضحايا لم يقتصر الأمر على جريمة الاعدام الميدانية التي تعتبر من الجرائم المروعة بحق المدنيين في اليمن بشكل عام وتعز بشكل خاص بل عملت الميليشيا على إخراج الجثتين من المستشفى وتركتها مكشوفة في أحد المساجد دون أي غطاء باستثناء ثياب الضحايا ومنعت أهالي القرية من الخروج في موكب تشريع الشهيدة وطفلها إعدام ميليشيا الحوثي وصالح امرأة يمنية مدنية وطفلها ميدانيا جريمة بشعة غير مسبوقة في مجتمع لا يزال يحمل قدرا جيدا من التقاليد تجاه حرمة المنازل المنصوص عليها في الدساتير والمتوارثة في أعراف اليمنيين وهي الجريمة التي هزت الرأي العام اليمني وأدانتها مؤسسات مدنية من بينها منظمة سام للحقوق والحريات وتحالف رصد التطور الخطير في جرائم الميليشيا بحق المدنيين في تعز المتمثل بإعدام أسرة التربوي طه فارع كشفت القناع الجديد للميليشيا ونزعتها نحو الجريمة الممنهجة التي أعادت إلى الأذهان جريمة ميليشيا الحوثي في مدينة صعدة بحق أسرة الحبيشي عندما فجرت البيت بالألغام على رؤوس الساكنين